مرسي كلار أيضا استفسر من مسؤولي النادي الأهلي عن مصير المهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجديد إن شاء الله كلار عايز يعرف الوضع إيه قبل السفر للإمارات عشان يحدد الموقف بشأن شكل هجوم الفريق في الموسم الجديد هل في تحديثات أم سيخوض البطولة بنفس القائمة من اللاعبين في الخط الهجوم الأهلي عرض على كلار اشتبع عارف يعني أكتر من مهاجم أجنبي كلار اختار الأبرز ورتبهم لمسؤولي النادي الأهلي وسط سرية تامة بخصوص هذا الشأن وهقول لك حاجة مهمة جدا فترة اللي فاتت كابتن الخطيب كان له تعليمات واضحة جدا لكل المسؤولين في التعاقدات أو في السكاوتينج أو في لجنة التقطيط أو في الجهاز الفني بضرورة بضرورة كتمان فيما يخص المفاوضات حول الصفاقات ليه؟ إنه كثير من الصفاقات على فجأة ده على مستوى النادي الأهلي وكل الأندية بتبوز من الآخر يعني لما يبقى الكلام عليها كتير هتقول لي إزاي يعني هفهمك يجي مثلا اسم يترح سين من الناس سين من اللاعبين يعني فالجمهور على السوشال ميديا يقول يالله جاي إمتى ده العيب قوي يبصوا فيديوهاته ده بيشوت بيمينه ده بيشوت بشماله ده بيشوت براسه فالصفكة مثلا كانت بمليون دولار فالوكلة يروحوا للنادي بتاع اللاعب ده ويقول لا ده بقى مطلب جماهيري فتعا نرفع السعر شوية فيلاقي النادي الأهلي إنه الدنيا بتبوز عنده برضو ينطبق على الأهلي وغيره من الأندية فالكتمان في الصفاقات الأجنبية دي تحديدا بيبقى مهم جدا